اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اكتر من الوضع سيء و اكتر من يومين اعتدد ان الشيء ما هو مؤكد من الناس عندما يستخدم الان هو ما فييجي بيبصد على الماك و يقول خلاص نحن نتحرك بس لا يرى الصورة بشكل ما فوائد اقتصادية و تحليلات قوية من نسبة الاشبوعي الوضع هنا اختلف فالناس اللي كانت فاكرا ان ماك دي خلاص هيبدأ ان هو يعمل كروس و هيطلع و هيبقى كويس بس انت لو بصيت هنا في الشامعات الاشبوعية هتلاقي ان الوضع سيء واحنا نزلنا تحت خط مهم جدا و واضح ان احنا واضح ان احنا خط التن اما تمام و العشرة ده بالنسبة الاشبوع بيبقى صعب شوية لما بيكون فوق و بيكون قوي لما بيلمسه بيبدأ نقلق تحته بنقلق اكتر فزي ما انت شايف الصورة انعكست تماما بالنسبة للاشبوعي و ده ممكن ان احنا نشوف الفترة الجاية ديت ممكن نشوف ارقام انحدار قوي لو استمر الوضع بالمنضغ ده و طبعا احنا القلق كله بسبب الوضع الاقتصادي اللي بيحصل و بسبب الديون الامريقية اللي هي عندها اقل من اسبوعين لما حلت المشكلة ديت اهم ما نشوف الفيديو بتانبارح لو في خلال الاسبوعين الجايين دولار الوضع فضل بالسوق ده ممكن احنا نشوف مشتويات زي مثلا 25000 دولار ده هكون خط دعم قوي وارتداد منه قوي لكن ده عندنا اسبوع اثنين حنشوف ايلا هيحصل الفترة الجاية دي الى الان خط الدعم بتاعنا ما زال زي ما احنا قلنا مبارح 26650 هو فعلا نزل عنده وبعدين اتحرك الى مشتوى 27000 دولار خط المقاومة بتاعنا مهم جدا ان هو لازم يختاركوا اللي هو 27000 دولار 27200 دولار اذا اختاركوا يبقى احنا ممكن احنا نشوف تحسنات في السوق ولكن الى الان بالرغم ان هو مش حاجة بعيدة اوي بالنسبة للسعر اللي احنا فيه دلوقتي يعني كلها الموضوع على بعضها حوالي 400 دولار ولا حاجة الا ان ده خط مقاومة قوي اللي بعده منه ان احنا نحاول ندخل في هذا البوكس اللي احنا عاملينه ان هو 27500 الدخول فيه مرة حيكون فيه امان الى الان احنا برا البوكس تماما باكتر من 1000 دولار تقريبا حوالي 700 دولار فى الى الان الوضع مش مستقر فاحنا لو هندخل السوق باي مبلغ راحنا بندخل بمبلغ بسيولة بسيطة ولازم يكون عندك USDT او عندك دولارات شويلة على جنب حتى ان احنا نقدر ان احنا نشوف فرصة جيدة للدخول في السوق مرة تانية اتمنى لكم بغير حاطة فيه ودعواتكم الناحظة ان شوالله اشتركوا في القناة